السلام عليكم ورحمة الله درسنا اليوم اللغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائي اليوم عندي unit 2 lesson 1 حنبدي بunit 2 صفحة 22 وصفحة 23 unit 2 lesson 1 it's made of أنه مصنوع من lesson look and see استمع وأنظر وقل هذه الصورة الأولى t-shirt ثانية sweater, هذه leather boots وهذه jeans وهذه river rain boots وهذه الملعقة سبون وهذه القدرية saucepan وهذه doll kajic match the pictures and the and the free cells free cells يعني الوصل للصور ويالعبارات هنا glass jack ثمانية هذي 8 glass jack هذي ثمانية الربار run boots اللي هي 3 لا الربار run boots اللي هذي 5 5 5 5 wooden spoon اللي هي 6 هذي الملعقة أولا sweater اللي هي 2 sweater أو leather boots اللي هي هذي 3 3 و cotton t-shirt اللي هو 1 و metal اللي هي يعني saucepan metal saucepan السفن هذي القدرية و denim jeans اللي هي 4 jeans remember تذكر which nouns are singular يعني مفرد one thing شن ما هي التذكر يقول ما هي الأسماء المفردة اللي يعني عددها 1 الثمانية والستة والسبعة والاثنين والواحد الثمانية والستة والسبعة والواحد والاثنين which nouns are plural more than one thing ما هي الأشياء اللي جمع الأكثر من وحدة الثلاثة والخمسة والأربعة يعني هذي الثلاثة والأربعة والخمسة write the numbers in the box اكتب الأرقام في الصندوق ask and answer سأل أجاوب what's the jack made of من أي مادة مصنوعة jack it's made of glass مصنوعة من الزجاج what are the jeans made of من أين من أي مادة مصنوعة الجنز they are made of denim مصنوعة من القماش القطني هاي عيني صفحة 22 خنأخذ صفحة 23 what is are the made of أو what are the made of يعني مرة نقول what is it the made of what is are the made of shoes الحذاء من leather leather gloves من الصوف wellen dress from cuttle pencil case from wooden and bunts from rubber from banday and bottle glass from glass and jacket from denim jacket from القماش زين يقول استمع الدانية وبنخالها باسم عندما يتحدثون وهم يرتدون يعني هاي وضع اسماءها يعني بالصور هنا عندي مؤشر على هذا تشيرت نخلي هذا تشاكيت وهذه التنورة سكيرت وهذا الحذاء شوز هذا باسم سكيرف هذا اللفاف وهنا البلوزة هاي سويتر والتشاكيت هذا التشاكيت والبنطرون الجنس والحذاء شوز هاي عيني يونو التو لسن وان صفحة 22 وصفحة 23 وبالتوفق ان شاء الله